طيب كابتن انا بعد اذنك قبل بس ما الفكرة تيخلص واليوم يخلص عندي سؤال ارجوك ابني عليه لان انا دايما بسأله من قبل ثورة 25 ناير احنا ليه في مصر تقريبا في جميع الالعاب الاخرى غير قرط القدم بنحقق فيها مكاسب ومديليات ذهبية الى ابعد الحدود فردي او جماعي يعني قرط يد بسكت مش عارق يعني كل الالعاب اللي هي الفردية او الجماعية يعني اقربها في الضوحة 242 مدالية ذهبية النهاردة اريها ولا 200 حاجة يعني حاجة واربعين اشمعنا القرى المصرية يعني 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 اعتقد ان احنا بعد ثورة 25 ناير بعد التوجه ان احنا بنشغل بيهم الناس بنلهي بيهم خلاص انتهت الحكاية دي كان مفسدة في النظام السابق بعد بقى ثورة 25 ناير مش مفوض ان احنا بنعمل نهضة في كل حاجة بقى يعني الكرة ليه كرة ليه برضو لسه في جوة قوقعة مع اني ميداليات عمالة في كل الالعاب التانية حذرك ذكرت اتحاد الكرة واذا سألت اي يعني مواطن في الشرع المصري عن اتحاد الكرة هيقعد يفكر بتاع مثلا دي اديتين يقول ايه عليه ليه بقى لان هو كون امج كون صورة سلبية عن نفسه من خلال مشاكله داخل المجتمع المصري من خلال مشاحنات اعضائه بينهم وبين بعض بصورة علنية وبصورة فجة من خلال التصرفات ومن خلال القرارات التي بياخدوها فبالتالي تكون امج او شكل لدى الجماهير عن هذا الجهاز سلبي جدا تمام وللأسف الشديد انه اصبح مرتبط بازهان الجماهير بما كان يحدث في مصر قبل 25 يناير ارتباطه بالنظام السابق ارتباطه بمشروع توريث جمال مبارك للأسف الشديد والحمد لله رب انه ما حصلش الكلام ده وايضا افساد الحياة السياسية عشان كده لابد ان نفكر مع بعض ان قانون المفروض ان هو يكون صدر او او الى اخر ومحدش فاهم الجهاز دلوقتي ايه اللي تم فيه العزل السياسي النهاردة لو كان هناك فكر فيه تصوري جماهيري سريع لكي يشعر المواطن بالتغيير كان لازم يبتدي من الجبلية ليه لان ما كان يحدث فيه الجبلية كان معروف للجميع كان معروف للمواطن المصري وكان فرصة في العشر شهور اللي فاتوا او الحداشر شهر اللي فاتوا ان يبدأ التغيير في الجبلية حتى يشعر المواطن ان الصورة طالت رموز او بعض من هؤلاء اللي موجودين في الجبلية اللي كانوا مساندين بقوة للنظام السابق ليه لان كرة القدم في كل بيل كرة القدم في كل جريدة كرة القدم في كل فكر في اي مجتمع من المجتمعات اللي احنا بنوعد فيها مع بعض اي من المواطنين فبالتالي علشان المواطن يشعر بالتغيير كانت فرصة كبيرة ان يبتدي بالجبلية حتى وان كانت رياضة حتى وان كانت كرة لالهاء الجماهير لكن ما حصلش الجبلية ما زالت تستخدم لالهاء الناس لكن الاسف الشديد الجبلية تحولت لقرارات اصبحت صادمة بين الجماهير والشرطة لان ما يحدث بين الجماهير والشرطة بين الالترس والشرطة سببوا قرارات خطيئة طلعة من اتحاد الكرة ومع ذلك ما زال المسؤولين بيعتبروا الرياضة له ولعب وما فيش دعا ان احنا نفكر فيها بايجابية لكن انا عايز اقول حاجة مهمة غندي الزعيم الهندي الروحي الكبير قال مقولة مهمة جدا قال اهملت الرياضة في شبابي فاهملتني في شيخ وخاتي اهملت الرياضة في شبابي فاهملتني في شيخ وخاتي أنا هنا بطلب من الدكتور الجنزوري ان هو يعني ياخد باله عما يحدث في كرة القدم وفي الرياضة المصرية الجبلية بالذات كابتن قسامة خليلة منتخب مصر السابق نورتنا النهاردة وللأسف خلص يومنا النهاردة خاطف اهلا بك شكرا جزيلا يا فاهملتنا حضرتك شوفك تاني بإذن الله تعالى بعد ما نشوف الاهلي بقى والمقصة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتقى على خير وكل التوفيق النهاردة لشبابنا وشهدائنا شهداء صورة التحرير اللي حقيقة كلنا ندين لهم بالفضل لما يحدث في المجتمع المصري النهاردة شكرا كابتن مشاهدينا خلص يومنا النهاردة في نهارك سعيد وبكرة يوم جديد وفريق عما جديد ونهارك سعيد